الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن ولاه وبعد أيها الأحباب الكرام لقد رب النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على يقظة الضمير ومراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن وهذا الذي فصره لنا صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام حينما سأله عن الإحسان فقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومن هنا يجب على العبد أن يراقب الله تبارك وتعالى في جميع أحواله وأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته لأن الله تبارك وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أحبة في الله إن الضمير اليقظ الضمير الحي هو الذي منع يوسف عليه السلام من أن يقع في الفاحشة حينما راودتهم رأة العزيز عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إن الضمير اليقظ هو الذي جعل ماعز الأسلمي رضي الله عنه يأتي بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم طائعا مختارا ليعترف بجريمة الزنا وليقام عليه حد الزنا إن الضمير اليقظ حماية وأمان للمجتمع كله فبالضمير اليقظ سيؤدي كل منا عمله بإتقان وإخلاص بالضمير اليقظ لن تجد أحدا يغش أحدا في معاملة من بيع وشراء أو غير ذلك بالضمير اليقظ لن يعتدي أحد على حق أحد ولن يبغي أحد على أحد وهذا ما غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه فقد رباهم صلى الله عليه وسلم على مراقبة الله تبارك وتعالى وعلى أن يكونوا أصحاب ضمائر حية فعندما مر صلى الله عليه وسلم ذات يوم على السوق ووجد صبرة طعام فوضع يده بداخلها فوجد بللا فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام فقال لعله أصابته السماء يا رسول الله أي نزل عليه المطر اسمع فقال صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا وهذه قاعدة عظيمة أصلها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كي نحيا بها ونطبقها في كل معاملاتنا مع الناس فوالله ما أحوجنا إلى هذا الأصل العظيم الذي به السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ ضمائرنا وأن يجعلنا من أهل المراقبة له إنه ولي ذلك ومولاه والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر